وقعت مملكة البحرين ودولة إسرائيل ثلاث مذكرات تفاهم وإعلان تعاون مشترك في مجال التعاون التقني والابتكار ونقل التكنولوجيا والتعاون في النظم البيئية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة جرى حفل توقيع خاص خلال زيارة وفد مملكة البحرين إلى دولة إسرائيل برئاسة وزير صناعة وتجارة وسياحة سعدة السيد زايد بن راشد الزياني وبحضور وزير الاقتصاد وصناعة الإسرائيلي أمير بيرتس وخلال الحفل أعرب الوزير الزياني عن سعادته بإطلاق العلاقات الاقتصادية بين البلدين مؤكدا أهمية بحث الفرص الاقتصادية في ضوء ما يتمتع به الاقتصاد البحريني والإسرائيلي من مقومات من جانبه أكد وزير الاقتصاد وصناعة الإسرائيلية على أهمية تطوير الأعمال المشتركة بين البلدين التبادل للخبرات في مختلف المجالات وأعرب عن تطلعه لمزيد من المشاريع المشتركة والزيارات التجارية خلال الفترة المقبلة وتم خلال الحفلة توقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون التقني وإعلان تعاون مشترك بشأن تعزيز التعاون في مجال الابتكار ونقل التكنولوجيا ومذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون في النظم البيئية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة اشتركوا في القناة